بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وله يا جماعة من الأسباب المهمة جداً لممكن الإنسان يدخل للجنة إن شاء الله بإذن الله عز وجل بدون حساب ولا سابقة عذاب إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين من أهم هذه الأسباب التوحيد التوحيد أن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فعكس الشرك بالله إيه أن نتؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده تحب ربنا لوحده تدعو الله لوحده ونسلطر فالله سبحانه وتعالى كل شيء في حياتك لله عز وجل لله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله هل أنت من المؤمنين؟ أشد الحب لله اعمل كده مقياس لحب الله سبحانه وتعالى في قلبك بتحب ربنا أبدئين سبحانه وتعالى فالتوحيد مسألة مهمة جدا جدا كانت رسالة الأنبياء من آدم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقولوا أن دي يعني إيه؟ ده صميم دعوة الإسلامية اللي هي التوحيد عتبة وربيعة وشايبة والناس بتاع مكة الكفار دهون كانوا عارفين أن ربنا هو خلق السموات والأرض ولئين سألتهم من خلق السموات والأرض؟ لا يقولون الله طب إيه المشكلة؟ المشكلة كانوا بعبودوا 360 صلم حوالي الكعب لما جاء رسول في فتح مكة كسر أصنام دي كلها انتهت خلاص أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانت دعوة صالح وقوهود ودعوة الأنبياء كلهم سيدنا إبراهيم ونوح عليه السلام ودعوة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة عيسى عليه السلام ودعوة موسى ودعوة داود وسليمان كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره يبقى نتعلم التوحيد وبسبب التوحيد ده ده الأساس إذا أنت جيت بالتوحيد يوم القيامة يفتح الجنة ومعك الزنوب الله يغفر لك الزنوب ولكن إذا جيت بكل الحسنات اللي في الأرض ويمس التوحيد ومن غير توحيد ما فيش حاجة هباء المنثورة فالتوحيد يا جماعة سبب من أسباب دخول الإنسان للجنة السبب التاني هو التوفيق للعبادة إذا ربنا سبحانه وتعالى هداك ووفاك إنك تعبده وتروح تعبد ربنا كده من قلبك احنا كل يوم بنصلي بس هل استشعرت الصلاة دي؟ وانت رايح تتوضّك اليوم كده أتدرون بين يدي من أقف تهيئ نفسك للصلاة إذا ربنا سبحانه وتعالى هداك واعطاك الهداية إنك تبدأ يومك بذكر الله سبحانه وتعالى وتعطه وبحوله وقواته منعك إنك أنت تعصيه هو اللي منعك إنك تعصيه وهو اللي هداك إنك للعبادة والطاعة والإيمان تبدأ يومك صح وتنهي يومك صح ربنا حيوفقك في آخر حياتك إنك تنهي حياتك صح ويكون عندك حسن الخاتم إن شاء الله فالتوفيق مهم جدا للعبادة يا جماعة ومن أعظم أنواع التوفيق إن ربنا سبحانه وتعالى ونعمه اللي أنعمها على الإنسان المسلم إنه هو بيستره نعمة الستر وإن الله حيي ستير وهو يحب الستر سبحانه وتعالى تصور إن إحنا لو ربنا كشف كل الزمنة البعض رحيتنا تبقى وحشة أول والله يا العظم رحيتنا تبقى وحشة والله حنقرف نكلم بعض سواء من الإمام أو المأموم فلذلك إخواني والله نعمة كبيرة نعمة الستر من عند ربنا سبحانه وتعالى فالتوحيد والتوفيق للعبادة حتى لو قطل عليكم والأمر الثالث المهم جدا قال اكثار من عمل الخيرات على قد ما تقدر اعمل خير على قد ما تقدر تسبح على قد ما تقدر أذكر ربنا على قد ما تقدر صلي على قد ما تقدر اقرأ القرآن ورمضان جاي فرصة عظيمة فرصة عظيمة بونس حاجاتك لاتصف حسنات مغفرة رحمة فلذلك أنا عايز أقول دي من الأسباب المهمة جدا جدا والأسباب كثيرة أهمها التوحيد والتوفيق للعبادة والهداية ودايما ادعو الله سبحانه وتعالى بدعوة الأنبياء زي دعوة سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال عن الأنبياء فبهداه مقتده قال ايه ولا تخزيني يوم يبعثون ولا تخزيني يوم يبعثون من اللي ممكن يرفعك في الأخرة الله من اللي ممكن يحطك دون الله سبحانه وتعالى ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم فبهداه مقتده وضع الله بدعوى الأنبياء مهم جداً نفهم المفاهيم دي يا جماعة توحيد توفيق للعبادة الأكثر من عمل الخيراء ووعى يكون عندك إربة أو يكون عندك حاجة شيل فيها وهي مخرومة من تحت مهما تحط فيها هتنزل دان الإنسان اللي بيعمل حسنات بس ما بيحفص عليها بيأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أكل مال هذا وقد سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ده بيسموه إيه؟ المفلس ده الإنسان مفلس جايب بجبال تهامة جايب بجبال من الحسنات ولكن لاش أيوزني نهائياً ليه؟ بعلى ما بده الحقوق بيلاقي نفسه مفلس في الأخ أوعى تكون واحد من النزلي إذا عملت ثلاث حاجات دول وهم مهمين أوي إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سبب في دخولك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أسأل الله أن يجعلني وقياكم منهم أمين يا رب العالمين وقبل ما نخلص يريد تعمل شير للمقطع اللي أنا قلت دهوت ابعته لكل الناس اللي عندك عشان أداله على الخير كفائله إن شاء الله بتأخذ نفس الأجر اللي أنا عملته دهوت بإذن الله عز وجل مجرد بس كم كليكي كده وإنت للإصحابك الناس اللي معاك على الواتس الناس اللي معاك على الفيسبوك على السريع إن شاء الله بتكون أنت مشاركني في الأجر الهوت وتداله على الخير كفائله أخوكم سيدة جمعة بنراكم على الخير أحبكم في الله السلام عليكم